نقطة أخرى بيقيل وقال هبا نور متزوجة بالسر وهذا طفلها اه لحقتك الكتير من الشائعات حول زواجك بالسر وإن جابك طفل وإنتي نفيتي هالأمر بس واضح أن الجمهور منه مقتنع اليوم كيف بتحسمي للمرة الأخيرة هالأخبار المتداولة هلأ أنت عم تذكرون لا أكيد موجودة هالشائعة وبقوة والناس لليوم مصدقين مليون بالمئة أنه تيم ابني على قد ما بيشبهني هو ابن خيه كمان هو ابن خيه أكيد يعني ابن خيه بس آه الشائعة موجودة بقوة ولليوم يعني لليوم العالم مقتنع أنه هالصبي هو ابن وأنا نووي أعمل هيك شي يعني فأزان هيدا ردي طبعا نقطة أخرى بعنوان نفسي أعرف مين عم يصرف عليك إحدى المتابعات كمان كتبت هالتعليق تحت صورة إلك على إنستغرام كيف بترد علي نفسي أعرف مين عم يصرف عليك شو نفسي أعرف شو أعادة بالبيت عالطالب يمكن لأنك عم تلبسي كتير برانز عم تعيشي حياة رفاهية أكيد لا أنا عايشة حياة جيدة ولكن ما أنا كتير رفاهية وأنا ما يعني ما طموحي هي بس الرفاهية دايما أنا بهمني أني أنا أكون مبسوطة فأنا بالفعل كصبية أكي بيتبهع حالي بدل الحالي ومصروفي جدا عادي يعني أنا بالنهاية بنت بشتغل بعمل مسلسل بدأجر أكيد أنا أكيد أنا جمعة شي معين تعركتهم لإلي للأزمات بحالي حال أي إنسان طبيعي أدي ثروة هبا نور اليوم متوسطة معنى كبيرة أقل من مليون ضلع متوسطة أقل أو أكثر أقل أليلة أعمل لك متوسطة بس يعني مبسوطة كتير ما عندي أي مشكلة وأكيد إن شاء الله لقدامها بنعمل العشر مليون والعشرين مليون إن شاء الله والنقطة ما قبل الأخيرة بها الفقرة بعنوان هبا نور تقلد هيفاء وهبي بطريقة مستفزة شاهد هالمقال انتشر على أحد المواقع بأنك عم تقلد النجمة اللبنانية هيفاء وهبي وعم نشوفها الشيء بالصور يلي رح تنعرض على الشاشة بسبب هالإطلال يه بالله هيقالوا أني ألدت هيفاء تستفزك هيك مقارنة؟ لا أبدا بالعكس أنا من الـ 2012 من لما عملت شعري أحمر هاي المقالة اللي نزلته تبع الإغراء هوني وقتا كتير تتهموني أني عم ألدت هيفاء لأنه ساقبة عملنا اللون بنفس الوقت لا لا ما بتستفزني بالعكس أنا هون ماني مقلدتا لهيفاء بس يعني هيفاء في أحلى من هيفاء طب إذا اليوم بدك تختاري شغلي وحدة من هيفاء شو بتاخدي منها؟ قوطة قوطة بحس هيفاء تعرضت كثير للظلم بحياتها بحس عندها بحس أنه كثير تحدث أشياء كثير حساسة وقدرة الضلمة وجودة وقوية ولا مرة حسستنا أنه هي فيها الشيء أنا بحب هاي الشخصية على فكرة بالفعل والنقطة الأخيرة بهالفقرة تحت عنوان بسوريا كل رجال خاينين الفنانة هيبانور تصرح صحيحة تصرح إليك حرفيا؟ أمام زاورينه شوي لا ممكن آي لكل الرجال خاينين بس مو بس بسوريا بالعالم للأسف الخيانة يمكن تكون موجودة اليوم ما بقلك أنه أنا بتعرض للخيانة وبرضة أكيد لا وما صارت أبدا بس أنا من جوة كامرأة عندي ثقة مليون بالمئة أنه الرجل ما بيخون لا ما بقدر يكون عندي هاي استقاة صراحة الرجل ممكن هبانور بتنخان ممكن لهم بس بنسبة كتير كبيرة من بنسبة لأنه للأسف الرجل مو مثل المرأة الرجل بينظر للموضوع بطريقة غرائزية أكتر مية بالمية المرأة أكتر عاطفية فدائما أنا بشوف شعناك الخيانة هي أكتر من الرجل هبانور بتنخان اي ممكن انخان زا أنجلينا جولي انخانت ممكن انخان طبعا كيف بترد الخيانة هبان بالخيانة أكيد لا لا كان لا بابتعد لأنه إذا لو بده يصير بدك تدخوني أنا بالنسبة لأقلي إذا فينا نقول الأنا أنا أنا ما راح تلاقي مثلي يعني فأنت الخسران يعني خلاص نقطع وصفحة ونطويت يعني